في حالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يستمر ضغط الدم بالارتفاع على مدار العديد من السنين. يسبب هذا الارتفاع البطيء مضاعفات أيضاً. لكن لأن المضاعفات تحصل ببطء شديد، فلا تظهر أي أعراض مباشرة سببها ارتفاع ضغط الدم. كما أنه من المحتمل أن يرتفع ضغط الدم بسرعة وبشكل حاد ليصبح ما يعرف بنوبة ارتفاع الضغط. هناك فئتان رئيسيتان لنوبة ارتفاع الضغط. الأولى هي حالة ارتفاع ضغط الدم الملحة. والثانية هي حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة. سأبدأ بالملحة أولاً. إنها الحالة التي يكون فيها ضغط الدم مرتفعاً جداً. لكن دون وجود ضرر حاد أو مفاجئ لأي من الأعضاء المستهدفة، مثل الكلا أو القلب أو الدماغ. بصورة عامة، سيكون الضغط الانقباضي فوق 180 ملي متر زئبقي، أو الضغط الانبساطي فوق 110 ملي متر زئبقي. لكن على الرغم من أن هذه الأعضاء غير متضررة، من الممكن أن تظهر أعراض مصاحبة لهذه الحالة، مثل الصداع الشديد، أو قصر النفس، أو الرعاف، أو القلق الشديد. على الرغم من ذلك، يمكن التعامل مع هذا النوع من النوبة بتناول بعض أدوية خافضات الضغط عن طريق الفم في العيادات أو المستشفى. أما حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة، فهي عندما يكون ضغط الدم مرتفعاً جداً لدرجة تضرر الأعضاء المستهدفة. تعرف هذه الحالة أيضاً باسم ارتفاع ضغط الدم الخبيث. في هذه الحالة، من المحتمل أن يرتفع ضغط الدم الإنقباضي ليزيد عن 180 ملي متر زئبقي، بينما يتخطى الضغط الانبساطي 120 ملي متر زئبقي. من الممكن أن تحدث هذه الحالة عند ضغط أقل لدى المرضى الذين لم تعتد أجسامهم على ضغط دم مرتفع. ونتيجة تضرر الأعضاء المستهدفة، تكون آثار هذه الحالة خطيرة جداً، ومن الممكن أن يكون لها تأثيرات حادة ودائمة على الدماغ والقلب والكلا. تشمل هذه الحالة بعض العلامات والأعراض مثل آلام الصدر وضيق التنفس، آلام الظهر والخدر والضعف والتغير في الرؤية وصعوبة في النطق. أحد الأمثلة على المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تحدث للرأس والدماغ هو ما يعرف بالاعتلال الدماغي. يحدث الاعتلال الدماغي أثناء حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة، فعندما تفقد الشرايين الدماغية التي هي تلك الشرايين الصغيرة في الدماغ، تفقد قدرتها على تنظيم تدفق الدم في الشعيرات الدماغية، التي هي أوعية دموية أصغر في الدماغ، بسبب ضغط الدم الشرياني المرتفع بشكل كبير جداً. بينما يرتفع الضغط، يتسرب الدم إلى الحيز الدماغي، مسبباً ما يسمى بالاستسقاء الدماغي أو احتباس السوائل، ما يسبب أيضاً مزيداً من الضغط في الجمجمة، واختلال وظيفة الدماغ في النهاية. يعد العلاج السريع غاية في الأهمية، وذلك بسبب خطورة اعتلال الدماغ والمضاعفات التي تصيب الأعضاء المستهدفة الأخرى. لذلك يستبدل العلاج بالأدوية عن طريق الفم بالأدوية عن طريق الوريد، ليعمل الدواء بأسرع وقت ممكن بعد سريانه مع مجرى الدم. من المحتمل أن يعطى المريض أدوية عبر الوريد، مثل موسعات الأوعية أو حاصرات قنوات الكالسيوم أو حاصرات بيتا. يساعد كل واحد من هذه الأدوية الشرايين على الارتخاء، بغض النظر عن الدواء المستخدم، فإن الهدف دائماً واحد. خفض ضغط الدم بطريقة آمنة قبل أن يتسبب بضرر خطير، ولا يمكن معالجته لأحد الأعضاء المستهدفة. بما أن حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة أكثر خطورة من حالة ارتفاع ضغط الدم الملحة، عادة ما يتم التعامل معها في وحدة العناية المشددة. وبهذا ينتهي الدرس.